اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشق الصحافة نطالع كالمعتاد أهم ما تقوله الصحافة العربية والمواقع الإخبارية المحلية نبدأ من واحدة من صور المعاناة التي ترافق الحرب في البلاد حيث أطلق مجموعة من المعلمين والتربويين نداء استغاثة إنسانية إلى مجالس الأباب بسرعة الاجتماع وباتخاذ قرارات لحل مشاكل نقص التغذية في أوساط الطلاب وفقا لما أورده موقع يمن مونيتر والذي أضاف المدارس في العاصمة اليمنية صنعاء سجلت عشرات الحالات التي أغمي عليها بسبب نقص التغذية وقال بسام علي وكيل أحد المدارس في العاصمة اليمنية صنعاء ليمن مونيتر قام كثير من المدرسين بإطلاق مبادرة ساهم بإعداد ساندوش بعد تسجيل العديد من الحالات في صفوف الطلاب بالإغماء نظرا للنقص الحاد الذي يواجه الطلاب وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها قال الوكيل للموقع وجدنا كثيرا من الطلاب لا يستطيعون التركيز أثناء الحصص الدراسية في وقت يكونون في حالة شرود ذهني وذلك بسبب مشاكل كثيرة على رأسها المسائل المالية قال مالك أحد المخابز في صنعاء ليمن مونيتر يمر علينا في اليوم الواحد عشرات الطلاب بشكل مستمر يطلبون منا خبزا قبل ذهابهم إلى المدارس موقع الموقع بوست أورد تقريرا في صفحتي الرئيسية وقال خيارات الشرعية اليمنية بعد رفض خارطة السلام الأممية قال الموقع إن خارطة الحل التي تقدم بها المبعوث الأممي تتشابه مع رؤية الإنقلابيين التي قدموها في مشاورات الكويت وكذا مبادرة كيري وأنها قوبلت برفض مجتمعي وسياسي وشعبي من كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لعدم ارتكازها على المرجعيات الثلاثة المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة تمتلك الشرعية التي تتقدم في مختلف الجبهات طبقا لموقع العديد من الخيارات أبرزها الدبلوماسية التي يمكنها من خلالها انتزاع مواقف العديد من الدول وكسب تأييد دول أخرى ينقل موقع بوست ما قاله أحد المحللين السياسيين قال إن أهم ورقة بيد الشرعية تتمثل في المقاومة عبر القوات الشرعية المسنودة من التحالف العربي والتي باتت على مشارف العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين أعداء تطورنا وتحررنا تحت هذا العنوان كتب فتحي أبو النصر مقالا نشره في يمن مونيتر وقال الكاتب لا مكان في المستقبل المنشود لمن ملك السلاح خارج نطاق الدولة وقام ليهدد ويقهر الشعب فارضا إرادته بالقوة كما لا مكان لمن سيعتقد أيضا بقدرته على تحويل الجيش مجددا إلى إقطاعيات له أو لغيره ليتعامل حينها مع مؤسسات الدولة والوظيفة العامة والمال العام بنفس التعامل المختل لا مكان للمستقبل المأمول إلا لما يؤدي إلى دولة ومواطنة حقيقيتين لا إلى يمن مرتهن لأشخاص وشلل ولا إلى مواطنين تتم خديعتهم وتزين استلابهم وفق المناطقيات والطوائف الموهومة والفجة وللتذكير فإنه بعد ثورة الشباب خذرتنا هيمنات ومفاسد الأحزاب والجماعات المغلفة بالنعارات المناطقية والطائفية وهي تتهافت من أجل حصصها في السلطة والثروة وحتى الجغرافية ليدخل من يدخل مؤتمر الحوار بذات الوعي التقاسمي البشع في التعامل مع فكرة الوطن ومؤسسات الدولة ومفاهيم المواطنة وعليه فإنه من يتصور أنه بعد كل هذه الحرب سيكرر خطأه التاريخي بالفهلوة أو بالقوة فهو واهم وأبله حتى لو أراد الخارج ذلك وحتى لو استمرت كل مراكز قوى ما قبل الدولة والمعنى أن على هذه الشلل المأزومة الاستعداد الذهني والنفسي من الآن لمغادرة وعي المنتصر الذي يؤمن بقدرته على فرض إرادته على المهزوم القابل بما سيتم فرضه عليه وبضرورة مغادرة وعي تحاصصات لا منتصر ولا مهزوم معا وذلك ببساطة متناهية لأن المستقبل السوي الذي ضحى من أجله الشعب هو الذي لا تسلط فيه لشلل الأحزاب والجماعات فما بالكم بالاستئثارات المناطقية والطائفية التي تريد أن تكون باسم الشعب كذلك العديد من العنوين وردت في موقع مصدر أونلاين بينها غارات لمقاتلات التحالف بثزام مع هجوم لقوات الجيش الوطني على مواقع للحوثيين وقوات صالح شمال وغرب مدينة تعز عنوان من الضالع مقاتلات التحالف العربي تشن ثلاث غارات على مبنى المعهد الفني في دمت في الضالع سياسيا الحوثيون وصالح خارطة ولد الشيخ تحمل أفكارا للنقاش لكنها تتضمن اختلالات جوهرية كما يتساءل مصدر أونلاين هل يتجه اليمن نحو التقسيم صنعاء وعدن تقيمان مؤسسات موازية قد تمهد الطريق للانفصال موقع عدن تايم تابع الأخبار متعلقة بمرض الكوليرا وعلق نقلا عن مكتب الصحة في عدن لم تسجل أي حالة وفاة بمرض الكوليرا حالة جديدة بمرض الكوليرا والواضع تحت السيطرة ونشر مكتب الصحة بالعاصمة المؤقتة عدن بيانه اليومي للأوضاع الصحية ولمرض الكوليرا في المحافظة وأوضاح الميان عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة وبقي العدد الأول كما هو عشر حالات فقط كما أوضح البيان أن العاملين في الميدان يزداد عددهم يوما بعد يوم بفضل تكاتف المجتمع وارتفاع وعي الناس حول أهمية المشاركة أنين من تحت القبضة الحوثية تحت هذا العنوان كتب علي محمد العقبي مقالا وضع فيه تساؤلات اليمنيين حول حياتهم وأوضاعهم البائسة في عهد الميليشيا وقال الكاتب لا يحتاج الأمر إلى جهد كبير لمن يريد التعرف على حال المواطنين في المحافظات التي لا تزال ميليشيات الحثي مسيطرة عليها فكل ما حولك يخبرك عما يعانيه ويتعرض له الإنسان على تراب تلك المناطق وانتشار واسع لحالات من الصخط والإسياء صرخة الأنين بدأت ترتفع في وجوههم دلائل الفقر بدت واضحة عليهم وعلامات سوء التغذية عنوين الوجوه والخوف يملأ حياتهم من الأيام المقبلة تجد المواطنين يتساءلون ولم يجدوا لأسئلتهم إجابات يسألون عن التبرعات أين ذهبت وتذهب وعن احتياط البنك المركزي وعن الأموال التي صورتها قنواتهم عند اقتحامهم للعاصمة صنعاء والتي عرضت على شاشاتها كل تلك الأموال الطائلة وصفائح الذهب التي ادعت أنها كانت بحوزة أسرة ما وأعادتها الميليشيات حد زعم إعلامها لخزينة الدولة يسألون عن مصير الرسوم المضافة على أولادهم فوق الرسوم الدراسية الرسمية يسألون عن الإيرادات لبقية أجهزة الدولة ومؤسساتها الإيرادية والاقتصادية يسألون عن الأحجار التي اكتشفها زعيم الميليشيات عبد الملك الحثي والتي قال أنها تمثل ثروة ستغني اليمن إلى يوم القيامة يسألون وهم يتذكرون نكبة الثورة الحثية في تخفيض أسعار المشتقات النفطية ويشعرون بوقوعهم في السلاسل الخديعة وأخيرا يسألون أين المرتبات وما مصير التبرعات الأخيرة التي على حد زعمهم تم دعم البنك المركزي بها فالموظفون بلا مرتبات موقع المشاهد أورد عددا من العنوين أبرزها الحرب والفقر والحوثيون يفتكون بسكان تاعز قال الموقع إن حالة من التوجس والخوف يعيشها سكان منطقة الحوبان في مدينة تاعز شرق المدينة بدءا من جولة القصر القريبة من خط تماسي الاشتباكات وعلى امتداد منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابقة ووفقا للموقع فإن الناس في هذا الجزء من المدينة يخشون من وصول القتال إلى أحيائهم ويعيشون أوضاعا متردية بعد توقف صرف المرتبات والتي تعتبر مصدر الوحيد الذي يعتمد عليه غالبية السكان وقال الموقع أيضا مئات الأسر نزحت إلى الحوبان وأسر أخرى نزحت من الحوبان بعد تمدد قوات الجيش الموالي للشرعية إلى منطقة صالة قبل نحو شهرين السكان عبروا عن تخوفهم من تمدد الاشتباكات إلى مناطقهم لتصبح مناطق مواجهات يحتم عليهم فيما بعد المغادرة من مساكنهم والنزوح حفاظا على أرواحهم وأسرهم موقع الوحدوينات قال في صفحته الرئيسية الخارجية اليابانية قدمت منحة بقيمة 570 مليون ين ياباني من أجل تقديم مساعدات غذائية لليمن قالت السفارة اليابانية في بلاغ صحفي صادر عنها تبادلت الحكومة اليابانية مذكرات مع برنامج الأغذية العالمي وقررت اليابان فيه تقديم منحة بقيمة 570 مليون ين ياباني من أجل تقديم مساعدات غذائية لليمن مشيرة إلى أن ذلك يمثل منحة إضافية حيث سبق أن قدمت اليابان 10 ملايين دولار هذا العام للبرنامج وبلغت قيمة مساهماتها الإجمالية لاستجابة الاحتياجات الإنسانية في اليمن إلى 48 مليون دولار في عام 2016 وأوضحت السفارة أن اليابان قدمت مساهمات لدعم الشعب اليمني خلال عقود عديدة ووصلت قيمة مساعداتها منذ العام 2012 إلى 211 مليون دولار بما في ذلك هذه المنحة الجديدة نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود للصحافة العربية فابقوا معنا إلى الصحافة العربية صحيفة الخليج تحديدا عنونت في إحدى صفحتها وقالت نزع ألف لغم زرعتها الميليشيات في جبهة البقع حيث أعلن الجيش الوطني اليمني عن تمكن فرقه الهندسية من نزع أكثر من ألف لغم زرعتها الميليشيات الانقلابية في جبهة البقع الحدودية مع السعودية وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني تواصل عملية المسح الميدني وتأمين خطوط السير ونزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في جبهة البقع بمحافظة صعدة أما الصحيفة الاتحاد الإماراتية فقالت مطالب بوقف التعذيب بسجون الميليشيات إلى التفاصيل تقول الصحيفة إن الحملة الوطنية لمناهضة التعذيب في اليمن أطلقت عريضة إلكترونية وذلك على موقع الحملات المجتمعية العالمية أفاز تطالب فيها الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإيقاف التعذيب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية بحق ألاف المختطفين والمخفيين قصرا داخل سجونها من معارضيها في الرأي في المناطق الخاضعة لسيطرتها الحملة دعت الأمم المتحدة إلى استخدام صلاحياتها في الضغط على الميليشيات الإنقلابية لإطلاق صراح المختطفين لديها وبإنقاذ حياة من يتعرضون للتعذيب وطالبت الحملة طالبت الجميع بالتفاعل مع القضية والإسهام في التوقيع على العريضة لتشكيل أكبر عدد من المناهضين للتعذيب لإبراز قضية المعذبين وللعمل على إيقاف جرائم التعذيب في سجون الميليشيات ولمحاسبة مرتكبيها تقول صحيفة العرب الجديد إن استطالت أمد الحرب في مناطق اليمن بالإضافة إلى شدة الأضرار التي مني بها المدنيون أدت إلى بروز تغيرات ديمغرافية ملحوظة في طول وعرض خريطة البلاد أدت تغير إلى عدد من السلبيات والإيجابيات الاجتماعية والإنسانية التي يفرز بعضها قضايا مزمنة تؤثر في المستقبل مستقبل السلم الاجتماعي للمجتمعات المحلية تضيف الصحيفة ساهم انتشار الحرب على مستوى المدن والقرى في انتقال مجتمعات بكاملها تقريبا إلى أماكن أخرى مثل تعز التي كانت ثاني أكثر المدن اليمنية كثافة كذلك كان الأمر لمحافظات أخرى مع كثير من قرىها مثل صعدة شمال الجوف شرق ومناطق كثيرة أيضا على طول ساحل تهامة تضافرت تضافرت مجموعة من العوامل المرتبطة بالصراع المنتشر في استقرار عشرات الألاف من الأسر ضمن مجتمعات محلية تختلف عنها سواء في البيئة الثقافية الاقتصادية السياسية المتباينة في تأييد أطراف الصراع ووفقا للصحيفة غالبا ما أفرزت تلك التباينات صراعات في أوساط المجتمعات النازحة والمضيفة إلى أن العديد من الصراعات تتكرر كثيرا في أوساط الأسر المتنافرة بسبب التنافس على الموارد المحلية المحدودة أصلا مثل المياه الحطب الأرض وفرص ووسائل كسب العيش هل يمكن صوغ ميثاق عربي جديد؟ تحت هذا العنوان كتب الأردني محمد أبو رمان مقالا نشره في العرب الجديد وقال الكاتب في جزء من المقالة انقسمت النخب السياسية والمثقفة العربية توجاه ما يجري في المنطقة من أحداث مصيرية وإن كان الانقسام على أكثر من صحيد إدولوجيا وطائفيا ودينيا وعرقيا موجودا دائما في تاريخنا المعاصر إلا أنه الآن وصل إلى حد عميق وغير مسبوق وأخذ أبعاد اجتماعية ملحوظة خصوصا نحو ما يجري في سوريا وعاشية الانقلاب العسكري المصري أعادت هذه الأحداث صوق المشهد العام وتظهير حالة الانقسام السياسي والإدولوجي في الإعلام والمجتمع وإذا كانت قد بدأت عبر الاتجاهات الإدولوجية إسلاميين وعلمانيين فإنها مع المتغيرات الإقليمية تلبست الطابع الطائفي والديني والعرقي والاجتماعي والثقافي ولم تقف عند حدود القوى السياسية الإدولوجية ولا حتى الصراع على السلطة إذ بدأ العالم العربي كأنه مجموعات من الميليشيات والجماعة والطوائف وأنه في عصر ما قبل معاهدة استفالية بعد تفكك السلطة الرمزية للدولة القومية القطرية العربية مباشرة مجيا أو معنويا لم يعد هناك اعتراف بمرجعية علية فكرية أو ثقافية أو سياسية أو أخلاقية في ظل هذه الإنقسامات والخلافات والسجالات حول الأحداث من العراق إلى سوريا مرورا بالبحرين واليمن وبالطبع مصر إلى أغلب الدول العربية مثل قضايا الموقف من التطرف والإرهاب والنقاشات حول المناهج التعليمية ومفهوم الدولة المدنية والمرأة والأقليات والدين والمجتمع حتى وصل الأمر إلى تبرير وتسويغ الانقلابات العسكرية أو القتل الجماعي والذبح على الهوية أو الغاء الآخر طائفيا وسياسيا وأيدولوجيا ودينيا عبارة واحدة قالها أحد مفوضي الاتحاد الأوروبي تسببت بأزمة وحالة من الاحتقان لدى الصينيين قالت صحيفة القدس العربي مفوض أوروبي يقول لم أقصد إيهانة الصينيين بعبارة العيون المائلة أكد جونتر أوتنجا المفوض الأوروبي للاقتصاد الرقمي والمجتمع أنه لم يقصد إيهانة أي أحد عندما تحدث عن الصينيين في الأسبوع الماضي مستخدما عبارة أصحاب العيون المائلة كان الألماني أوتنجا المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ماريكل صرح بهذه العبارة خلال اجتماع لاتحاد شركات في هامبرغ يوم الأربعاء الماضي وبعد ذلك انتشر فيديو لحديثه على موقع يوتيوب وفي تصريحات لصحيفة ديفيلت الألمانية قال أوتنجا إنما قاله كان زلة لسان ولم يقصد بها الإساءة إلى الصين وفي رده على سؤال حول ما كان يعنيه بعبارة أوغاد وعيون مائلة أجاب أوتنجا أردت أن أظهر مدى ما وصلت إليه ديناميكية العالم في القطاع الرقمي وأي تحدي يمثله لنا اللحاق بالرصيد الهائل الذي حققته دول مثل الصين وكوريا الجنوبية في هذا المجال وأضف الصينيون ببساطة مهرة إذا أردت الترشح في الصومال فمعنى هذا وفقا لصحيفة الشرق الأوسط أن تدفع مبلغا من المال قالت الصحيفة رسوم الترشح لغرفتي البرلمان تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف دولار ويدفع المرشحون لمجلس الشعب رسوم الترشح التي تبلغ خمسة آلاف دولار وعشرة آلاف دولار للترشح لمجلس الأعيان وتم تخفيض هذه الرسوم إلى النصف بالنسبة للنساء المترشحات لعضوية المجلسين وتشرف لجنتان وطنيتان على عملية الانتخابات الأولى هي اللجنة الوطنية للانتخابات غير المباشرة والتي شكلت باتفاق بين الحكومة شكلت باتفاق بين الحكومة المركزية ورؤساء الأقاليم الفيدرالية الثانية هي اللجنة الوطنية لحال الخلافات بشأن الانتخابات مهمتها البت في الشكاوى والخلافات التي تنشب بين المرشحين أثناء عملية الانتخابات ووفقا لشرق الأوسط فإن لجنة حل الخلافات تضم مجموعة من الشخصيات الاعتبارية ذات الخلفيات المختلفة وتحظى باحترام الأطراف الصومانية ولا علاقة لها بالتنافس السياسي قال رئيسها إن اللجنة تلقت حتى الآن نحو 1200 شكوى تتعلق بالعملية الانتخابية وتدرسها اللجنة لفرزها والبت فيها أضاف أن هذا عدد كبير بعضه خارج عن اختصاص لجنة حل الخلافات وأن اختصاصنا يتعلق بالانتخابات ولا شأن لنا بالخلافات بين القبائل نفسها مأزقنا كوارثنا التي حلت عقب اقتحام ميليشي الحوثي وأعوانها العاصمة وما سبقها وما تلاها من المدن ليست أحداثا منفصلة عن التاريخ وعن الجغرافية وعن ما دار ويدور في أسقاع العالم هل جاع العالم من قبل؟ هل أوصلت طغاء الشعوب إلى مصير مقفر وأرض قاحلة؟ هل أحست الأمم من قبل أنها وحيدة محاطة بالظلمات؟ لقد حدث هذا كثيرا وهو يتكرر إليكم واحدة من صور المآسي التي دونها تاريخنا المعاصر التي أوردها الكاتب أحمد بيضون في صحيفة القدس العربي وقال بيضون أطلق موتسي تونغ ثورته الثقافية واسمها الكامل الثورة الثقافية البروليتارية العظمى في الربيع من سنة 1966 أي بعد سنوات قليلة كانت قد انقضت على فشل الوثبة الكبرى إلى الأمام وما خلفته من خراب مهول في الاقتصاد الصيني وعلى تراخ القبضة الماوية من جرائها على الحزب وعلى البلاد وعلى غرار ما هو مألوف من أحوال الأنظمة المعتمة التي تزعم تنوير العالم لا يعرف عدد الذين قضوا في الوثبة الكبرى التي تكشفت عن وثبة نحو المجاعة فيتراوح تقديره ما بين 15 مليون و55 مليون وكانت الغاية المعلنة من الثورة الثقافية ضرب الانحراف الرأسمالي والتحريفية ذات المشرب السوفيتي والبيروقراطية في الحزب والدولة والقضاء أيضا على الأشياء الأربعة البالية أي على الفنون والأداب التقليدية وعلى التراث الفكري القديم وعلى معالم تاريخية مختلفة أخصها المعابد وكان من الشعارات النار على القيادة العامة وكانت القوة الضاربة بضعة ملايين من الحراس الحمر أكثرهم من الطلاب والتلامذة رفعوا الكتاب الأحمر وفيه نصوص مختارة من أعمال ماو وأطلقت أيديهم مدة من الزمن في التشهير والمعاقبة والعزر والاستبدال وفي القتل عند الاقتضاء بهذا القادر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام كشك الصحافة اليوم وحتى ألقاكم أترككم في أمان الله ومع مجموعة مميزة من رسوم الكاريكاتور موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة